اهلا بكم مرة كمان وكمان يعني مش هتبقى مرة تانية يعني مش عادة عدد المرات اللي اطلعت هنتكلم فيها سوى خلوني اقولكو اعتقد وكأنها مقدمة مش بس للفقرة لكن المقدمة اللي هقولك عليها اعتقد ان ليها لزوم مهم ان احنا نلتفت ليها اللي انت شفته النهاردة في باني سويف ما هياش المحافظة الاولى اللي يروحها الرئيس ولا هي الجهود الاولى التي تبذل من الدولة لتنمية محافظات مصر بشكل عام وريف وقرى ومراكز ونجوع وعزب مصر بشكل عام ايضا لكن هتلاحظ انه ده بيجرى كل مرة في محافظة مختلفة في مدينة مختلفة في قرية مختلفة او مجموعة قرى مختلفة ولك ان تتصور ان كل ده على سبيل مثال واحنا بنقول الصعيد مثلا ما اعتبر ان احنا كنا النهاردة في باني سويف فده معنا انه ما يبقاش فيه هجرة داخلية تاني خارج الصعيد يعني من الصعيد الى بحري بحصل عندهم بتعيش لا الناس هتفضل موجودة جوه اماكنها جوه مدنها وتشتغل تخيل انه الجماعات دي تبقى موجودة في كل مكان والمصانع دي تبقى موجودة في كل مكان يبقى ما فيش عندنا احتياج لطبيب ولا احتياج لمهندس ولا احتياج لكذا ولا غيره في اي مكان من اماكن الصعيد المختلفة او الدلتا او سينة او الغرب زي ما بقولك كده يعني الحتة الغربية بقى من بعد رشيد لحد السلوم وانت نازل حتى جنوب مصر وفي نفس الوقت لازم اخدك على جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية لانه النهاردة كانت قرارات شديدة الاهمية جنبا الى جنب مع هذا التطوير خليني هنا ارحب بضيفي العزيز جدا 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 كاتبنا الصحف الكبير استاذ احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجلتي الديمقراطية والسياسة المصرية منور السياسة الدولية المصريتين السياسة الدولية المصريتين ازاك يا استاذ؟ عامل ايه؟ كل تمام؟ الحمد لله على السلام الله يسلمك وحمد لله على سلامتك الله يسلم نبدأ من فين؟ نبدأ ببني سويف؟ نبدأ بجهود الدولة؟ ولا نبدأ بقرارات الرئيس والحماية الاجتماعية التخفيف على كاهل المواطن؟ انا عايز ابتدي من كتير قوي في العديد من اللقاءات الاخيرة لفخامة الرئيس عرفتاح السيسي النهاردة كان اسمح لي والسادة مشاهدين يسمحوا لي تعبيرات الوجه مهمة جدا في ارتياح عند سيادة الرئيس النهاردة في ارتياح لانه شايف الجهود الحسيسة اللي بزلتها الدولة طوال الفترة اللي فاتت بتوقتي سمارها على الارض وفي ارتياح لانه المواطن مقدر لدويب كتير سيادة الرئيس قال بيشكر الاهالي بني سويف لانهما جبروا خطره وفي ارتياح لانه قام بدوره في تعزية اهالي الضحايا من محافظة بني سويف في اعصار ليبيا وفي ارتياح لحمامية اللقاء حضرتك كنت موجود من بدري واحنا كنا موجودين من بدري شوفنا قد ايه الترحيب بتاع الاهالي في محافظة بني سويف بهذه الزيارة وبضيوف الزيارة شوفنا البشاشة على وجوه شوفنا في قلب القاعة الخيمة بتاعت الاحتفالية وسيادتك اكيد شوفت ده في اللقاءاتك اللي حضرك عملتها قد ايه المواطن مقدر للجهود اللي بتعملها الدولة وده امر بيقول ان هذه الدولة تمارس سياسات على الارض بترد بيها على كل الزيف والخداع اللي بيحاول البعض انه يشكك في جهودها وده يمكن اللي كان منعكس على وجه فخامة الرئيس النهاردة انه شاف انه محافظة مهمة جدا ومحافظة بني سويف عشان الناس تعرف بالتحديد يعني في محافظات كنا بنسميها المحافظات المثلث الزهبي للتنظيم المتطرف وللفكر المتطرف بني سويف الفيوم جنوب الجيزة شمال الجيزة عفوا جنوب المانيا المنطقة دي منطقة دايما كان بيعشش فيها الفكر المتطرف والتنظيمات المتطرفة وهتلاقي معظمهم من هذه المناطق حتى اخر مرشد للتنظيم الارهابي ده كان من بني سويف فلك انت تخيل ان محافظة زي دي في اطار برنامج التنمية المستدامة للدولة المصرية بتعمله في اطار مشروع حياة كريمة بيتحول فيها وجه الحقيقة على النحو اللي احنا شفناه النهاردة ده انجاز كبير يحسب للدولة المصرية